يا صباح الفل ازيكوا عاملين ايه كله مية مية يا رب تكونوا بخير بصوا جماعة النهاردة الموضوع شوية مايتصدقش انا نفسي وانا بجهز الفيديو وبحضره ماكنتش مصدق ليه بقى صلي عن نبي دلوقتي دي بلد اوروبية البلد دي تقدر تخشها وتشتغل فيها وتعد تعمل اقامة دايما يحقليك كمان بعد الاقامة دايما بتاعتك تقدم طلب الجنسية وتاخد الجنسية بتاعت البلد دي والبلد دي من ضمن البلاد اللي هي اه ضمن مجموعة بصوا انا مش مصدق وانا بقول لغاية دلوقتي والله بجد يعني الموضوع نفسه بالنسبة لي انا هو يخد دي بلد اوروبية بكل بساطة تقدر تشتغل فيها وزيف كترة جدا مطلوب فيها حلاق مطلوب فيها اه يعني مطلوب فيها تمريد مطلوب فيها عمال مطلوب فيها عامل بيئة مطلوب فيها حاجات كترة جدا 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 المرتبات حلوة اوي 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 هندخل دلوقتي حالا في الموضوع وهنعرف البلد دي بس قبل ما نخش مش عايزين نفكرك ان انت تعمل لايك وشير وسبسكرايب وكمان تصلي على سيدنا النبي صحيح انا مبسوط جدا الفترة اللي فاتت لكل الناس اللي الحمد لله قدرنا ان احنا نسعدهم في التسجيل وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق والنجاح والفيديو ده ان شاء الله هنختار في خمسين واحد بشكل عشوائي من الكومنت واللايك نساعدهم ان هم ان شاء الله يقدموا بكل بساطة وبشكل مجاني يلا نخش نشوف الفيديو بتاعنا ونشوف البلد بتاعتنا النهاردة وما تنسوش صلوا على سيدنا النبي بسم الله الرحمن الرحيم زي ما احنا شايفين كده المحافظة هي محافظة سافل بارد دي محافظة موجودة في النرويج يا جماعة اهو الدخول والاقامة سافل بارد جزء من مملكة النرويج اذا كنت تفكر في الانتقال الى سافل بارد والعيش فهناك العديد من العوام المهمة التي يجب مراعطها تمام الاسكان تأشيرة الشنجل الاسكان والعمل طيب ازاي بقى هسافر هو احنا طبعا عارفين ان انت مش محتاج تجيب تصريح عمل عشان تروح بس انت محتاج تشتغل ازاي بقى هسافر بص يا سيدي صلي عندي احنا هنخش هنا الموقع ده كل دي وظائف يعني مثلا هنا عندنا هل انت مستعد المغامرة ان انت تشتغل ميكانيكي استشاري موارد بشرية رئيس قسم توزيع حرفيين موظف مهندس التقنية مساعدين انت مساعد ميكانيكا انت تشتغل مساعد ميكانيكا لآلة تمام مشرف بناء مساعد محلات عطور خياط سكرتير للشباب الاكاديمي حلاء قسم التوردات ممرض او ممرضة ممرضة بديلة عامل ماهر وليكن اي حاجة من ده كله هنقدر نختار محامي بس طبعا المحامي بيكون ليها شوية اوراق مختلفة شوية تقدر تحمل من هنا مزيد من النتائج لو النتائج دي ما كانتش مرضية بالنسبة لك بصوا انا ماشي معاكو ازاي يعني وصلت لدرجة نومة طلبين وزير قائد في القسم تعالوا بقى نرجع نشوف اي وظيفة من الوظائف اللي ممكن اي حد يشتغلها يعني وليكن مثلا هنقدم على مساعد المحلات بص يا سيدي بقولك هل انت مغامر وترغب في العمل معنا في اقصى شمال العالم للعطور في سافل بارد تمام اوكي طريق ديناميكيو متنوى ونحن نبحث عن موظفين ملتزمين وموجهين نحو المدينة عندهم اللي هي سافل بارد نبحث عن زميل مرح وممتع ويعمل بشكل جيد مع الاخرين وكانت بين تحت نحن موظف باستمرار قالك يا سيدي مهام العمل تشغيل مكينة التسجيل المدفوعات النقدية رعاية العميل اوكيزيونات تجديد المنتج استلام البضائع عمل متجر عرضي الموضوع بسيط جدا طب الخبرة اللي مطلوبة خبرة في المبعات وخدمة العملاء في مجال العناب البشرة والعطور خدمة التفكير يعني تكون كويس تعرف تفكر كويس يعني تقدر سريع يعني بديه معرفة جيدة بالنرويجية مهارات جيدة في اللغة الانجليزية عمرك اكبر من 18 سنة طيب الخصائص الشخصية اللي طالبينها فيك اهيه طيب ايه بقى اللي هما هيقدمه لك بيئة عمل جيدة مكان عمل بمسافات قصيرة لكل شيء الراتب بموجة باتفاق جماعي نظام معاش جيد بدل سكن في الضريبة هناك بتبقى 15% طيب انا هتواصل ازاي انا هتواصل عن طريق الايميلات ديات هبعتلهم LCV بتاعي نسبة التوظيف بتبقى 50% الصفحة الرئيسية ليهم عشان تخش تشوف اهيه دي معلومات عن صاحب العمل عشان تعرف انت بتشتغل مع مين دوام جزئي التوظيف دائم صلب دي يعني دائم عشان ده ترجمة جوجل طيب انا هنا عايز احصل على وظيفة هسجل في الموقع طبعا هيطلب منك تحط له جواز السفر بتاعك بعد ما تحط له جواز السفر هيبدأ يفتح لك صفحة تسجيل زي الصفحة اللي بتسجل بيها في فيسبوك بالزبط وبمجرد ما هتسجل هتقدر تقدم على الوظيفة دي طيب الوظيفة دي مش عجباني اخش مثلا او انا مش هعرف اشتغلها اخش على مشرف بناء هو عايز حد يكون بيشتغل في الاشراف على البناء حد يكون عارف شوية في مشاريع البناء وتشهيد طيب المهام بتاعتك ادارة وتنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالاضافة للمشاركة في تخطيط وتنفيذ المشاريع الكبيرة مسئولية متابعة العمليات اليومية على المشروع او في الدائرة التنسيق المهام والموظفين وموارد المكينة مقابل المشاريع الاخرى الاتصال بالعميل بص الموضوع وهنا مثلا عندك مش محتاج منك اي لغات خاص دوام كامل منصب دائم موقع مثير في محيط القطب الشمالي رواتب تنفسية الرواتب هنا عالية جدا انظمة معاشات وتأمين اسكان مدعوم يعني انت تقدر تتنقل انت واسرتك وتاخدو سكن وليكن لو انت سكن مثلا بخمسمية يورو هتدفع مئتين وخمسين بس تكاليف الانتقال كلها بتضغطة رحلة اجازة سنوية مجانية وفقا لاتفاق خاص طبعا في تطور وفي تطور وظيف ده الموقع الرسمي سحب العمل والصفحة الرسمية بتاعته على الفيسبوك برضو نفس الطريقة هنقدم بنفس الطريقة هنسجل بالباسبور بتاعنا او هنبعث السي فيي على الايميل ده انا هسيب لك الموقع ده والموقع الرسمي بتاع الحكومة تحت الفيديو موظف باك دائرة الامم المتحدة للإعلام موظف يتقاضى راتب لوظيفة دائمة بنسبة 100% قسم ده في دائرة كلها على بعضها 8 اشخاص مطلوب من حضرتك ان انت تقدم السي فيي بتاعك وتبدأ تشتغل ان شاء الله بس حضرتك لازم تشترك بالباسبور بتاعك يعني الموضوع سهل وبسيط نقدر كلنا نقدم فيه وبكل بساطة نقبل ان شاء الله ونكون موجودين في الدولة دي ونقدم على الإقامة دائمة وكمان نقدم على الجنسية ونشتغل هنا خدراتب كويس ونعيش عيشة كويسة شكرا لكل واحد تابعنا لحد هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته